بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس المهم والغريب نهاية الحتمية للكون في تجربة جديدة وجد العلماء أن الكون لن يستمر إلى الأبد بل له نهاية حتمية فالجزئات وسلوكها المكتشف يدل على أن الكون سيخضع بعد بلايين السنين إلى تدمير كامل وبشكل كارثي أيضا النجوم والمجرات والأرض والبشر أيضا وكل شيء سيفنى هذه النتيجة تخالف ما يدعيه الوجوديين وكل التوقعات السابقة من أن الكون سيتوسع إلى الأبد أن هذه النتيجة وصل إليها القرآن قبل 1400 سنة تقريبا يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل من عليها فان ويبقى واجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن من آية 26 إلى 27 صلاحة من قل سبحان الله والله أعلم